ضمن خطتها السنوية للعام الجاري افتتح دائرة الشؤون الإسلامية بالشرق اليوم مع صلاة الجمعة جميع راحمون بمنطقة النهدى بحضور الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير فارع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشرق وسعادة جمال سالم الطريفي المستشار بديوان صاحب السمو حاكم الشرق عبدالله خليفة السويد السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشرق وماجد بوشلابي أمين عام المنتدى الإسلامي بالشرق وعدد من أعضاء لجنة افتتاح المساجد بالدائرة عمارة المساجد من أعظم القربات إلى الله تعالى ومن هذا المنطلق جاء تتشين جامع الراحمون بمنطقة النهدة في الشارقة الذي يتسع لأكثر من ثلاثة آلاف مصلا ويضم سكان للإمام وآخر للمؤذن مع عدد من المحلات الوقفية ومكتبة عامة للقراءة ومركزا لتحفيظ القرآن الكريم نحمد الله أن وفقنا في افتتاح جامع الراحمون الذي يمتاز بموقع متميز أشارع الاتحاد بمنطقة النهدة وتم تأدية صلاة الجمعة ويمتاز الجامع بطراز معماري جميل ويتسع إلى ثلاثة آلاف مصلي ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة مساجد الإمارة الباسمة ذكذا كرمنا الله عز وجل اليوم الجمعة بافتتاح مسجد الراحمون بمنطقة النهدة وكانت المنطقة بحاجة إلى مساجد واليوم تم افتتاح هذا المسجد ونرى السعادة والبهجة والسرور على أهل هذه المنطقة ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسنات من بناه ويحتوي الجامع على كافة المرافق التي تجعل منه منارة تبث الوعي الديني وتخدم قاطني المنطقة بجميع شرائحهم العمرية ويعد أحد أكبر الجوامع في منطقة النهدة وشيد وفق أعلى المعايير الحديثة التي تسهم في الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه فيما بني على مساحة تبلغ نحو 4800 متر مربع بما فيها مواقف السيارات ودورات المياه ليلبي بذلك حاجة القاطنين من أهل المنطقة لإعداء الصلوات لا سيما صلاة الجمعة